كل برج يتمتع بصفاته الفريدة ونقاط قوته وضعفه فهو يعكس شخصيته بشكل مميز الأبراج تعمل كأداة تكشف عن أسرار الطباع الشخصية وفي هذا الفيديو من قناة ريوش تيفي سأكشف قليلا عن الألقاب المميزة المرتبطة بكل برج والتي تعتبر مرآة تكشف أسراره تابع معي للتفاصيل لكن قبل المواصلة لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء وفي صفحتك ضمن مواقع التواصل برج الحمل لقب هذا البرج هو الرائد يتمتع بسمات فريدة تجعله مميزا بين كل الأبراج مولود الحمل يمتاز بجرأته واستقلاليته وتتجلى صفاته القيادية بوضوح يرمز إلى الحماس والبدايات الجديدة حيث يحمل دوما طاقة إيجابية وحماسا للمستقبل يتسم بالشجاعة والتصميم مما يجعله مستعدا دوما لمواجهة التحديات والصعوبات بشجاعة وثقة تتسم شخصية مولود هذا البرج بروح رائدة حيث يكون دائما على استعداد لبدء مشاريع جديدة أو قيادة الآخرين نحو طلق جديدة ومبتكرة برج الثاور يلقب مولود هذا البرج بالعنيد يتمتع بصفات الوفاء اللافت والصبر الذي يتجاوز الحدود فهو يظل ملتزما بالأشخاص والقيم التي يعتبرها جوهرية في حياته يتسم بحبه العميق للرفاهية والراحة ويسعى دائما لتوفير البيئة المثالية لنفسه ولأحبائه يتفوق مولود الثور في إعالة نفسه وأسرته فهو يعمل بجد واجتهاد لضمان حياة مستقرة ومريحة لمن حوله يبني بيئة آمنة ومتناغمة حيث يسعى جاهدا للحفاظ على السلام والتوازن في علاقاته الشخصية والمهنية يرتبط بالاستقرار والموثوقية ويعتبر الثبات والتوازن في الحياة أمورا أساسية يعرف مولود الثور بأخلاقيات العمل القوية والتصميم الذي لا يلين فهو يتحلى بالتفاني والالتزام في كل ما يقوم به يضع جوده وطاقته في تحقيق أهدافه المهنية والمادية ويظل ملتزما بالأمان المالي والاستقرار برج الجوزاء يلقب بفراشة الأبراج يتميز بشخصية متعددة الأوجه تمثل تنوعا واستعدادا للتكيف يعرف بذكائه اللافت وفضوله الذي لا ينضب ويرمز له بالتوأم وهذا مؤشر إلى جانبه الإزدواجي الذي يمكنه من التحول بين مختلف الشخصيات والمواقف بسلاسة يتمتع الجوزاء بمهارة فائقة في التواصل والتعبير عن أفكاره فهو يمتاز بلسان ماهر وقدرة على التعبير بوضوح وسلاسة يتمتع بذكاء حاد واجاذبية تجعله محبوبا من قبل الآخرين حيث يجذب الانتباه بسهولة يزدهر في بيئات متنوعة ومتغيرة يستمتع بالتحفيز الفكري والتجارب الجديدة ويجد في التفاعلات الاجتماعية الحيوية والمناقشات العميقة بيئة مثالية لتطوير أفكاره واكتساب المعرفة يتميز بقدرته على التكيف مع أي موقف أو تغيير في الظروف ما يجعله شخصية مرنة وقادرة على التأقلم مع أي تحدي برج السرطان يلقب بالبرج الحساس يتمتع بطبيعة فطرية ينبعث منها الحنان والعاطفة ويتميز بذكاء عاطفي يمكنه من فهم المشاعر والاحتياجات العاطفية للآخرين بشكل عميق يتميز مولود السرطان بقدرته على تقديم الراحة والدعم لمن حوله فهو يعتبر الأمانة والاستقرار جوانباً أساسية في حياته وحياة الآخرين يتسم بالطعاطف العميق والحساسية البالغة حيث يتفاهم بدقة المشاعر والأوضاع العاطفية للآخرين يكون ارتباطه بالمنزل والعائلة قوياً للغاية فهو يعتبرها محور حياته ويضعها في مقدمة اهتماماته يمتاز بالحدس القوي والقدر على التنبؤ بمشاعر الآخرين مما يجعله شخصية محبوبة وموثوق بها في العلاقات الشخصية والاجتماعية مولود السرطان يعتني ويحمي بشدة حيث يضع احتياجات أحبائه قبل احتياجاته الخاصة يفضل العمل خلف الكواليس ويقدم الدعم والرعاية لمن يحتاجونه دون السعي للفت الانتباه يجده الآخرون دائماً جاهزاً للاستماع وتقديم المساعدة في أوقات الحاجة مما يمنحه مكانة خاصة في قلوب الناس برج الأسد يعرف مولود هذا البرج بلقب القائد يتميز بشخصية قوية وملئة بالحماس والثقة بالنفس يتألق في دائرة الضوء حيث يستمتع بإعجاب واحترام الآخرين ويعتبر قدوة لهم يرمز له بالشجاعة والقوة حيث يتحلى بروح ملكية تنبعث منها الثقة والقدرة على التحكم في الظروف يتميز الأسد بثقة لا تلين بالنفس وبجاذبية تسحر الآخرين يتمتع أيضا بقدرات قيادية طبيعية إنه ملهم للناس ويوجههم نحو أهداف مشتركة بحماسه ورؤيته القوية روحه إبداعية وعاطفية وهذا ما يجعله قادرا على إحداث تأثير إيجابي في من حوله وغالبا ما يلهمهم بشغفه وتفاؤله وبفضل قدراته الاجتماعية هذه وشخصيته القيادية يكون مولود الأسد دائما في مقدمة الساحات حيث يسعى لتحقيق النجاح والتألق في كل مجال يخوضه يعتبر قوة محركة للتغيير والتطور ويسعى دائما لتحقيق الأهداف الكبيرة والنجاح الباهر برج العذراء يلقب بالبرج المثالي يتسم بشخصية متقنة ومنظمة تسعى دائما لتحقيق الكمال في كل جوانب الحياة وفي المحيط يتفوق مولود العذراء في التخطيط وأحل المشكلات حيث يعتمد على عقله التحليلي القوي ودقته في الاستمتاجات يعرف بتفانيه في التميز فهو يسعى دائما لتحقيق أعلى مستويات الجود والآداء في كل ما يقوم به يرتبط بالتطبيق العملي والتنظيم حيث يضع خطط دقيقة لتحقيق أهدافه ويسعى للحفاظ على النظام في حياته ومحيطه تتميز شخصية مولود العذراء بالموثوقية والجدية فهو يعمل باجتهاد لتحقيق النجاح والأهداف يهتم بالتفاصيل ويولي الاهتمام الأكبر للجوانب الصغيرة حيث يعتبرها جزءا أساسيا من النجاح الشامل يسعى هذا البرج دائما لتقديم الخدمة والمساعدة للآخرين حيث يجد الراحة في خدمة المجتمع ومساعدة من يحتاجون إليه يتحلى بالتوجه الإيجابي نحو تحقيق الأهداف ويسعى لتحقيق الكمال في كل جوانب الحياة برج الميزان يعرف بلقب الدبلوماسي يتمتع بشخصية تتسم بالتوازن والانسجام ويعتبر رمزا للعلاقات السلمية والعدالة يتميز الميزان بالإنصاف ويسعى دائما لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف وحل الخلافات بشكل ودي يتمتع مولود الميزان بقدرة طبيعية على رؤية جانبي الموقف مما يمكنه من فهم وتقدير وجهات النظر المختلفة يسعى دائما لإيجاد حلول وسطية تلبي مصالح جميع الأطراف المعنية ويتمتع بقدرة على التفاهم والتعاون إنه شخصية اجتماعية لبقة يسهم في تعزيز الانسجام في تفاعلاته مع الناس يتمتع بقدرة على التواصل الفعال وبناء العلاقات الجيدة ويسعى دائما للحفاظ على الانسجام في البيئة المحيطة به برج العقرب يلقب بالغامض يتمتع بشخصية مميزة عميقة تمتزج فيها القوة والعاطفة بشكل مثير للدهشة يتسم مولود العقرب بالولاء الشديد لمن يثق بهم حيث يظل ملتزما بالعلاقات القوية المتينة يعرف بغموضه وبعمقه ويحمل داخله أفكارا وأسرارا لا يمكن تحديدها بسهولة مما يجعله شخصية غامضة ومثيرة للاهتمام يتميز مولود العقرب بالإصرار والقوة العاطفية ويمتلك قدرة استثنائية على التحمل والتصميم في مواجهة التحديات العاطفية يرتبط بالعاطفة والحب ويمكن أن يخوض تجاربا عاطفية عميقة ومتقلبة مما يعزز من عمق شخصيته وتفردها بفضل حدسه الحاد ينجذب مولود العقرب إلى أسرار الحياة والمعاني العميقة ويسعى دائما لفهم الجوانب الخفية والمظلمة من الوجود وهو يعتبر البحث عن المعرفة واستكشاف الحقائق الغامضة مصدراء الهام دائم بالنسبة له برج القاوس يلقب بالمغامر يتسم بشخصية متفائلة وملئة بالحماس والاستعداد لاستكشاف العالم من حوله يتمتع بالاستقلالية والانفتاح على الحياة ويعتبر العالم مكانا مليئا بالفرص والمغامرات المثيرة يلهم القاوس الآخرين بطاقته اللامحدودة وتفاؤله اللازم حيث يعتبر الحياة مغامرة تنتظر للعيش واستكشاف كل ما فيها يتسم بنظرة فلسفية للحياة يبحث باستمرار عن المعنى والغرض من الوجود ويشعر بالتعطش لاكتشاف الحقائق الكونية يمثل القاوس رمزا للحرية والتوسع ويعتبر التحرر من القيود والتقاليد جزءا أساسيا من حياته يعرف بروح المغامرة والحماس حيث يسعى دائما لتجربة أمور جديدة واكتساب معرفة مبتكرة مما يضيف إلى غناه الداخلي وتطوره الشخصي برج الجدي يلقب بالعملي يتميز بشخصية قوية يتسم بالثقة بالنفس والتنظيم والانضباط الذاتي ويعتبر أحد أعمدة القوى والاستقرار في الحياة الشخصية والمهنية إذ إنه يعمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافه يركز مولود الجدي على النجاح على المدى الطويل ويكون دائما على استعداد للعمل الجاد والتضحية من أجل تسلق سلم النجاح يتميز بإصراره وصبره الذي لا يلين حيث يواجه التحديات بثبات ويعمل بجد لتحقيق أهدافه يعرف مولود الجدي بالطموح القوي والانضباط ويتحمل مسؤولياته بجدية ويسعى دائما لتحقيق النجاح بطريقة محكمة ومنظمة يتمتع بقدرة استثنائية على التخطيط والتنظيم وهذا يمكنه من الوصول إلى أهدافه بكفاءة وفعالية برج الدلو يلقب مولود هذا البرج بالمبتكر يتمتع بعقلية تقدمية واستقلالية حيث يعتبر رمزا للابتكار والإنسانية يتسم مولود الدلو بالقدرة على التفكير العميق والتحليلي وينجذب إلى الأفكار والأساليب غير التقليدية ويصعى دائما لابتكار الحلول الجديدة يعرف بروحه الحرة والمنفتحة حيث يدافع بشكل قوي عن التغيير الاجتماعي ويصعى جاهدا لتحقيق تقدم المجتمع والعالم بأسره يتبنى التنوع ويحتضن الفردية ويعمل على تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات والمجتمعات المختلفة وبفضل روحه المبتكرة والمبادرة يكون مولود الدلو دائما على استعداد لتقديم الأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير العالم وتحقيق التقدم يتمتع بقدرة استثنائية على رؤية المستقبل وتحديد الاتجاهات الجديدة مما يجعله قوة محركة للتغيير والتطوير في المجتمعات التي يعيش فيها أخيرا برج الحوت يلقب بالبرج الحالم يتمتع بشخصية مميزة مليئة بالحث والرومانسية وبالتعاطف حيث يصعى دائما إلى جلب الجمال والانسجام نحو العالم من حوله يتميز مولود الحوت بالإبداع والرومانسية ويعبر عن طبيعته الرحيمة والمتفاهمة من خلال حسه الإبداعي وتفاعله مع الناس يتميز مولود الحوت أيضا بطعاطفه العميق وإبداعه وهو يظهر حساسيته اتجاه مشاعر الآخرين عن طريق سعيه لتخفيف ألمهم ومشاكلهم يرتبط بالخيال والرحمة ويميل إلى الأحلام والتأمل ويجد الإلهام في العوالم الخيالية وفي الفنون وبفضل اتصاله العميق بعقله الباطن ينجذب إلى المساعي الفنية والإبداعية ويجد الارتياح والتعبير في عوالم الفن والأدب والموسيقى يعبر عن مشاعره وأفكاره بشكل مبدع إذن ويسعى دائما للتعبير عن ذاته بطرق جديدة ومبتكرة اكتب لي في التعليقات إلى أي برج من هذه الأبراج تنتمي أنت وما رأيك بما يقوله الفلك عن برجك ترجمة نانسي قنقر